اكد الوزير الاول ايمان بن عبد الرحمن ان الجزائر حريصة كل الحرص على الدفاع عن قضايا ومصالح القرى وارساء مبادئ التعايش السلمي والدفاع عن حقوق الشعوب وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير مجددا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الاساسية كاملة غير منقوسة وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة العادية الواحد والسبعين للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب الثلاثاء قام بن عبد الرحمن او قال بن عبد الرحمن ان احتضان الجزائر لهذا الحدث الافريقي الهام في مجال حقوق الانسان والذي حظي بمباركة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تابون يعكس في واقع الامر الاهمية التي توليها بلادنا لحقوق الانسان والعمل على حمايتها وترقيتها وكذا الاهتمام الخاص بالبعد الافريقي وتابع الوزير الاول فالجزائر بدورها الرائد في افريقيا حريصة كل الحرص على الدفاع عن قضايا ومصالح هذه القارة وارساء مبادئ التعايش السلمي والدفاع عن حقوق الشعوب وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير